عقد ابناء محافظتهم باجتماعا موسعا في مدينة مارب لمناقشة جهود دعم الجيش الوطني والامن في معركتهم ضد ميليشيا الحوثي الارهابية وتركز اللقاء على رفع الجاهزية والاستنفار وحجد مختلف المكونات من ابناء المحافظة لتعزيز وحدة الصف الجمهوري واشدد الحاضرون على اهمية توحيد الصف الداخلي والتواصل مع ابناء المحافظة في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي كما اكدوا على تعزيز التقارب الاجتماعي والنضالي للإسهام في القضاء على تواجد ميليشيا الحوثي الارهابية في المحافظة واستعادة الدولة اللقاء اليوم لقيادات محافظة ابناء تحت شعار توحيد الصف الجمهوري لاستعادة الدولة واجب وطني والذي يسعى هذا الشعار لتحقيق توحيد الصف الجمهوري لمقارعة ميليشيا الحوثي وهذا لا يتحقق إلا بدعم وإسناد الجيش الوطني والأمن والمقاومة الشعبية لدحر هذا العدو والغاشم واجب وطني سيتخلل في المستقبل فعاليات وجهود كل هذه الجهود ستصب لدمج الحاضنة الشعبية الإبية ممثلة بالسلطة المحلية وممثلة بالفئات المجتمعية من نساء وطلاب وتجار ورجال مال وأعمال لكي يكون لهم دور وإسهام مع الجيش الوطني مع المقاومة الشعبية مع محور إب لأدى واجبهم وخاصة في هذا الظرف لنتجاوز كل التحديات وكل الصعوبات